لكن دكتور هاني فيما يتعلق بهذا الموضوع بالتحديد مسألة أمنية وحساسة جدا بالنسبة للعراق مسألة البككة كيف ستتمكن تركيا من محاربة هذا الحزب واليوم نتحدث عن سيادة عراقية بمعنى البعض يتحدث اليوم من أن ماذا عن التوغل التركي في العمق العراقي وماذا عن القصف التركي لهذه الجهة ضمن الأجواء العراقية فبالتالي لربما من المفترض أن يكون هناك تعاونا أمنيا وتركيا في هذا المجال وفي هذه النقطة بالتحديد لكن بما يحفظ السيادة العراقية والأجواء العراقية أيضا أولا الانتشار التركي الكثيف جرى في حالتين الحالة الأولى ضد حزب العمال والبككة يعني هو البككة والثانية عندما بدأ داعش ينتشر في الموصل وفي محافظات أخرى حاولت تركيا أن تحمي حدودها من تسلل داعش كانت هناك اتفاقات سابقة من حق تركيا أن تدخل لمطاردة حزب العمال الكردستاني البككة ضمن حدود معينة هذه الحدود قد تصل إلى 30 كيلومتر ولكن توسع ذلك أصبحت هناك سبع قواعد عسكرية وتسعة عشر معسكر لقوات التركية بوجود سبعة آلاف جندي تركي في الأرض العراقية وتمددت إلى قرابة مئة كيلومتر يعني القوات الموجودة التركية في معسكر زليكان قرب بعشيقة حوالي مئة كيلومتر عن الحدود التركية أي موجودة في الموصل إضافة إلى ذلك البككة أيضا موجود في ضواحي الموصل في سجار وفي مناطق أخرى وجبال قنديل وغارة ومكحول وغير ذلك لذلك لا بد من تصميم علاقة جديدة العراق خلال المباحثات الماضية اعتبر حزب العمال الكردستاني تنظيم محظور وليس تنظيم إرهابي تركيا طبعا تعتبر تنظيم إرهابي حزب العمال الكردستاني ويبدو هذا الاتفاق كان مريح للجانبين تنظيم محظور بمعنى لا يمكن أن يعمل في العراضي العراقية من هذه النقطة سينطلق العراق إلى أن ينظم عمل البككة أي عدم إطلاق النار من الأراضي العراقية عدم التصدي عدم التسلل إلى الأراضي التركية حيث تكون محدودة ضمن مسافة معينة حوالي 30 كيلومتر هذا فيما يخص الاتفاقية الأمنية إضافة إلى ذلك هناك مباحثات أخرى أيضا تتعلق في جانب الأمن من خلال تبادل الزيارات تبادل المطلوبين القبض على الهاربين وغير ذلك فيما يخص الأمن والعراق يقول أن كثير من الهاربين تسللوا إلى تركيا وهذا التسلل ممكن أن يؤثر إلى العراق لأنهم نقلوا أموال أو كان لهم نشاطات مع داعش حقيقة تركيا تعاونت في هذا المجال بشكل كبير إلى حد قبل أيام تركيا ألقت القبض على خمس عناصر من داعش تسللوا من العراق وسوريا إلى تركيا وهذا ما يعني أن هناك تفاعل في هذا الملف الأمني وتفاعل جاد ويريد الطرفان أن تتم إنهاء هذه الحالة بشكل نهائي